حفاظا على الشبكة الكهربائية من العطال بسبب التعديات والمخالفات وزارة الكهرباء والماء ممثلة بفريق الضبطية القضائية تقوم بحملات تفتيشية مستمرة في مناطق البلاد المختلفة الحملة هذه المرة كانت في منطقة صباح الأحمد البحرية حيث سجل فريق الضبطية القضائية عددا كبيرا من المخالفات بحق ضوابط إيصال التيار الكهربائي من خلال المسح الميداني الذي تقوم به فرق الضبطية القضائية في وزارة الكهرباء والماء بصورة دورية في منطقة صباح الأحمد البحرية في مجمع سكني يضم 24 قصيمة مكونة من 312 شقة سكنية الضبطية الغضائية مستمر وفي هذه حالة الاستثنائية لم نقف نهائيا باستمرار في عمل تفتيش على جميع المحافظات بالدولة بلا استثناء طبعا قمنا في مسح على هذه المنطقة وهذا تقريبا أخذ منه أكثر من أربعة شهر ونحن نتابع هذه القسائم وتم إرسال الكتاب إلى بلدية الكويت وإلى جهات الاقتصاص في وزارة الكهرباء ولا توجد أي أوراق رسمية لتمديد هذه الكياب وعلى ذلك نحول المخالفات إلى لجنة تطبيع أحكام 48-2005 لترأسنا مهندس مطلق الاعتبي وهو وكيل المساعدة للشبكات التوزيع الكهربائية بعد ما تعرض على اللجنة سوف يتم أخذ الغرار باللجنة وأنا متأكد أنها ستتحول إلى نيابة كل القسائم تتغذى بالتيار الكهربائي من دون علم الوزارة ومن دون أي مستندات رسمية حيث قام فريق الضبطية القضائية بقطع التيار الكهربائي عنها جميعا وتحرير مخالفة جسيمة بحق المالك هذه جريمة يفترض أن يكون صاحب العقار أن يتبع الخطوات الموجودة معتمدة للوزارة ومنها تقديم مخططات معتمدة من البلدية المحافظة بإضافة إلى كتاب إصالة التيار الكهربائي وكذلك استكمال إجراءات متبعة في الوزارة في إدارة التمديدات الكهربائية ومن ثم ذلك إعتماد لأحمال الكهربائية ومن ثم ذلك إصالة التيار الكهربائي القسيمة وفق المختصين فإن استهلاك الكهربائي مباشرة من الشبكة تعتبر جريمة يعاقب عليها القانون فكيف بالحري سرقة التيار بهذه الطريقة وهذا القدر الذي يضاعف أحمال الشبكة الكهربائية جيان حبيب تلفزيون دولة الكويت